تجمع مصر والجزائر علاقات اقتصادية قوية واستثمارات مشاركة لينعكس ذلك في حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 21.5% خلال 2023 ودعمت مصر والجزائر علاقاتهم التجارية ليقترب حجم المبادرات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى عام 2023 علاقات اقتصادية قوية واستثمارات مشتركة تجمع مصر بشقيقتها الجزائر لينعكس ذلك على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 21.5% خلال عام 2023 وعززت مصر والجزائر علاقاتهم التجارية ليقترب حجم المبادرات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2023 وتتمثل أغلب الصدرات المصرية للجزائر في المنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية بينما يعد الغاز السائل بأنواعه من أهم الواردات الجزائرية لمصر حيث بلغت تلك الواردات نحو 71.5 مليون دولار أي ما يمثل 95% من إجمالية الواردات ككل خلال تلك الفترة تأتي الجزائر في المرتبة الخمسين من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ويبلغ عدد الشركات الجزائرية العاملة في مصر ما يقارب 60 شركة برأس مال مصدر 112 مليون دولار بينما تبلغ نسبة مساهمة الجنسية الجزائرية نحو 51 مليون دولار وتتنوع الأنشطة الاقتصادية لشركات الجزائرية العاملة في مصر بين قطاعات صناعية وخدمية وزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتضم الجزائر 25 مشروعا مصريا في قطاعات البيتروكيمويات والاتصال والكابلات القهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة وتأمل مصر والجزائر أن يلعب مجلس الأعمال المصري الجزائري دورا في فتح أسواق وتنفيذ مشروعات مشتركة في كل المجالات حيث تعهدت الجزائر برفع صادراتها إلى مصر من البتجازي بنسبة 50% ليبلغ 1.5 مليون طن سنويا وفي يناير 2022 خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر اتفقت طرفان على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتفعيل آليات التشاور والتنصيق بينهما على كافة المستويات وأكد حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء وزيادة معدلات التبادل التجاري وتحسين آداء الاقتصاد تحسين الغرز